السلام عليكم، معاكم بدر من Game Tech واليوم بستعرض لكم جوالات سامسونج الجديدة Galaxy Fold 4 و Galaxy Flip 4 اللي تم الإعلان عنهم اليوم وهذه نظرتنا الأولى على الأجهزة وبقول لكم أهم التغييرات على الجهازين وهل فعلا فيه نقلة كبيرة أو لا أول شي الجهازين يجب نفس التصميم السابق بالضبط بدون أي تغيير والتغييرات الأكبر كانت في أبعاد الأجهزة اللي صارت أخف وزن وأنحف نوعا ما وطبعا مع إضافة عتاد أقوى من السابق الزجاج المستخدم على الجوالين من الأمام والخلف صار من نوع Gorilla Glass Big Test Plus وهو أكثر قوة للصدمات والخدوش من الإصدارات السابقة والشاشات من الداخل يجب زجاج رقيق للغاية من سامسونج وصار أيضا عليه تحسين بالنسبة للصلابة وخلونا أول شي نبدأ بالGalaxy Flip 4 المفصل بالجهاز صار أنحف من الإصدار السابق وطول الجهاز هو مقفل صار أكثر وعرض الجهاز صار أقل يعني أبعاد الجهاز صارت أفضل وأكبر وأهم تغيير أشوفه بGalaxy Flip 4 هذه السنة أن الشاشة الخارجية أخيرا صارت مفيدة أكثر وصرت تقدر تتحكم فيها مثلا تقدر تشغل وتطف الواي فاي وتقدر تردع الرسائل من خلال الإيموجي أو الرسائل الجاهزة وتقدر تضيف صور جيف وتضيف الإيموجي الخاص فيك وأكثر الشاشة الداخلية بنفس الحجم 6.7 إنش من نوع Dynamic AMOLED 2X وتردد الشاشة صار متغير من 1 هرتز إلى 120 هرتز وتجي بنفس الدقة ونفس السطوع ليوصل لـ 1200 نت والكاميرات بالجهاز مثل ما هي ما تغيرت عدسة عريضة بدقة 12 ميجابيكسل والعريضة جدا بدقة 12 ميجابيكسل أيضا لكن العدسة العريضة صار فيها حساس جديد يعطي السطوع بالتصوير أفضل بنسبة 65% من Flip 3 وأيضا بيكون التصوير الليلي أفضل والجوال يجي فيه أحدث معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 وهذا المعالج قوي جدا من ناحية CPU والGPU والMPU وبفضل إن هذا المعالج يعتمد اعتماد كبير على الذكاء الاصطناعي هذا الشي بيخلي البطارية تدوم فترة أطول والتصوير يكون أفضل ومعالجة الصور والألوان بتكون أفضل وكل شي بالجهاز بيكون أفضل بسبب الذكاء الاصطناعي والبطارية بالجوال صارت أكبر من السابق كان حجمها 3300 ميلي أمبير وصارت حاليا 3700 ميلي أمبير وهذا الشي ممتاز إن سامسونج قدرت تضيف حجم بطارية أكبر مع إن الجهاز صار أنحف وأخف والشاحن السريع صار يدعم حاليا 25 واط بدال 15 واط ويجي الفليف 4 بأربع ألوان اللي تشوفها قدامك وكلها ألوان جميلة بصراحة واحتمال كبير إن سامسونج تطلق ألوان جديدة من خلال موقعها كالعادة نيجي الحين عند جالكسي فولد 4 الجهاز يجيب ثلاث ألوان أسود وبيج وفيه لون جديد وغريب ما تدري هو رصاصي أو أزرق لكن اللون جميل وعجبني جدا أبعاد الشاشة الخارجية صارت أعرض شوي من السابق وأكثر وهذا الشي أشوفه أفضل ووزن الجهاز صار 263 جرام وهذا يعتبر أخف فولد من سامسونج والشاشة الداخلية أيضا صارت أكثر بشي بسيط وتيجي بنفس المواصفات تقريبا دايناميك أمل 2X وتردد الشاشة صار متغير من 1 هيرتز إلى 120 هيرتز والشي اللي توقعت إن سامسونج تطوره هذه السنة ولكن للأسف هو هو ما تغير هو الخط اللي بنص الشاشة واللي يزعج بعض المستخدمين وأتمنى إن سامسونج تحسن هذا الموضوع أكثر بالذات إننا شفنا شركات ثانية بدأ يحسنوا هالموضوع بشكل كبير ومن الأشياء اللي طورتها سامسونج هي الكاميرا أمامية الداخلية اللي صارت مخفية أكثر أسفل الشاشة وبالكاد تشوفها أثناء عرض المحتوى وصار فيه تحسينات كبيرة على الكاميرات مقارنة بالجيل السابق وصارت العدسة العريضة بدقة 12 ميجابيكسل والأساسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة التقريب بدقة 10 ميجابيكسل والتقريب الرقمي يوصل إلى 30X وأيضاً بيكون فيه تحسينات من ناحية التصوير الليلي والمثبت البصري بتصوير الفيديو الكاميرا أمامية الخارجية بنفس الدقة 10 ميجابيكسل والداخلية بدقة 4 ميجابيكسل والجهاز يجي بنفس المعالج اللي يجي على الفليب Snapdragon 8 Plus Gen 1 وبنفس القوة والأداء اللي ذكرتها قبل وصار فيه تحسينات على واجهة النظام بحيث أن التطبيقات بتصير متوافقة أكثر من السابق مع أبعاد الشاشة وبتكون أقل مشاكل وأكيد الفولد 4 يدعم الاسبين فولد ايديشن والاسبين برو وبنفس المميزات المعروفة مثل التحكم بالجهاز عن بعد والكتابة وغيره والبطارية بالجوال بنفس الحجم ونفس سرعة الشحن وما صار عليها أي إضافات تقريباً هذه أهم الأشياء اللي شفتها بالجوالين حالياً وإن شاء الله بس يوصلون للأجهزة بسوي لكم مراجعة مفصلة أكثر اعطوني رأيكم بالكومنت إيش رأيكم بالأجهزة الجديدة وهل تشوف أنها كانت قد توقعاتك أو لا